أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه السلسلة المخصصة للاستعداد الامتحان الوطني الموحد في مادتي التاريخ والجغرافية السنة الثانية باكالورية مسلكي الأداب والعلوم الإنسانية للمترشيحين الرسميين والأحرار دورة 2022 بحول الله إذن الحصة الثالثة عشرة سنخصصها لمهارة إنجاز ميبيان بالمنحنة في حالة وجود أرقام سلبية وأخرى إيجابية إذن طبعا مهارة إنجاز الرسم البيانية هي مهارة أساسية بحكم أنكم مطالبين بها في الامتحان الوطني الموحد السؤال الأول في وضعية الاشتغال بالوثائق الجغرافية كما قلنا في حصص سابقة فكتكون فيه ثلاثة ديال احتمالات قائمة إما إنجاز رسم بيانية أو توطن معطيات على خريطة أو وضع الوثائق الجغرافية في سياقها الجغرافي العام مع تحديد معاني بعض المصطلحات والمفاهيم الجغرافية إذن هنا سنركز طبعا على في هذه الحصة على الميبيان التطوري أو الميبيان بالمنحنة طبعا إمتى كان نحول جدول إلى ميبيان بالمنحنة والميبيان التطوري في حالة إذا كان السؤال يعني حول معطيات الوثيقة إلى ميبيان مناسب وخسني نختار يعني الميبيان مناسب لتمثيل الظاهرة الإحصائية إمني كتكون الظاهرة الإحصائية متطورة في الزمن يعني عندي ثلاثة ديالسنوات على الأقل فأكثر إذن فالميبيان الأنسب لتمثيلها والميبيان التطوري لأنها تمثيل ظاهرة متطورة في الزمن إذن ثلاث سنوات فأكثر إذن على الأقل عندي ثلاث سنوات تقدر تكون أكثر من ثلاث سنوات سواء كان هذا التطور في الزمن متصل يعني عندي توالي السنوات أو تطور متقارب بفاصل زمني بسيط مثلا عندي ظاهرة يعني غير منتظمة لكنها يعني بفارق زمني بسيط مثلا 2010-2011 من بعد عندي 2013 يعني الفرق ديال سنتين ثم 2013-2016 وهكذا إذن كيكون واحد الفاصل زمني يعني بسيط سنة سنتين أحيانا ثلاث سنوات وتقدر تكون ظاهرة يعني غير متصلة يعني غير منتظمة ولكن يعني الحالة الثالثة هي يعني تكون عندي ظاهرة متطورة في الزمن ولكن هالتطور هو منتظم مش متصل ومش متقطع هو منتظم يعني كي الفارق بين السنة والتي تليها ولكن كي واحد النوع من الانتظام يعني في هذا الفوارق الزمنية مثلا عندي 2010-2012-2014-2016 يعني عندي الفرق ديالي جوج ديال السنوات ولكن بشكل منتظم أو أحيانا تقدر تكون عندي الفارق هو ثلاثة ديال السنوات مثلا 2010-2013-2016 وهكذا إذن في كل حالات ظاهرة المتطورة في الزمن يعني الميبيان المناسب هو الميبيان تطوري أو الميبيان بالمنحنة بعد ذلك يعني تراعى في إنجاز الميبيان بشكل عام أولا الدقة في الإنجاز في تمثيل معطية الإحصائية ثم أيضا نخدم بعين الاعتبار العناصر الأساسية للميبيان اللي هي العنوان ثم المقياس متغيرات المفتاح إذا كان ضروريا ثم المصدر وكذلك الإطار لأن هذه الأساسيات والعناصر ضرورية في قراءة لأنها لك تسهل علينا قراءة المعطيات الإحصائية بشكل سهل وميسار ننتقل الآن إلى المثال التطبيقي إذن أخترح عليكم هذا الجدول إذن موضوعه وضعية الميزان التجاري لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بمليار دولار إذن عندي جوج ديال القوى اقتصادية الصين كقوى اقتصادية صاعدة والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوى اقتصادية عظمى ثم لدينا هنا السنوات 2015 2016 2017 وهكذا ثم لدينا يعني قيمة الميزان التجاري أو وضعية الميزان التجاري يعني كالقو أنه في الصين هو إيجابي ممتلكين فائض في الميزان التجاري للصين ولكن بالمقابل يعني الأرقام هي سلبية بمعنى أن وضعية الميزان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية هي سلبية أي تسجل عجزا كبيرا ومستمر إذن المطلوب منه هو تحويل هذه الوثيقة إلى ميبيان مناسب يعني ثلاث نقاط أو يعني تقدر لي يكون السؤال حويل وثيقة إلى ميبيان مثلا بالمنحنة إذن في هذه الحالة إلي عندي مثلا أنا أرقام إيجابية وسلبية إذن في شكل الميبيان غادي يكون متغير يعني مش اعتياري لأنك نعتاد على أن الميبيان مثلا بالمنحنة في حالة الأرقام الإيجابية كي يكون يعني كي تكون من محورين محور عمودي محور أفقي وكي يكون يعني على شكل L حرف L ولكن هنا عندي أرقام إيجابية وأرقام سلبية إذن فالشكل غادي تغير أكيد من بعد كنحاول أننا نختار الميقياس المناسب يعني هنا كيني واحدة الخصوصية بحكم أننا عندي أرقام إيجابية وسلبية طبعا طريقة القاعدة المتبعة هو أكبر رقم مقسم على عشرة طبعا 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 إلا طبقنا هذه القاعدة فأكبر رقم في الجدول هو للصين في 2020 يعني الميزان التجاري في حدود 366 مليار دولار يعني إذا طبقنا القاعدة مقصومة على عشرة هي 36 فاصلة استخدناها مثلا بإفراط أو بتفريط بتفريط 30 إخدناها بإفراط يعني نقدر ناخده 40 أو 50 ولكن بحكم وجود أرقام أيضا سلبية إذن كنحاول أنه المقياس يعني يكون يعني مناسب لتمثيل الأرقام الإيجابية وكذلك السلبية لأنه سيكون عندي جوج ديال المحاور أفقية محور جوج ديال المحاور عمودية محور عمودي لتمثيل أرقام الإيجابية ومحور عمودي لتمثيل أرقام السلبية إذن كنحاول يعني نوازن بين المحورين معا إذن في هذه الحالة ممكن ناخده مثلا 100 يعني بإفراط ناخده 100 مثلا وناقص 100 وممكن أيضا مشيه حتى المائتين وناقص مائتين إذن عندي المحور العمودي سيكون فيه 100 ناقص مائة أو 200 ناقص مائتين إذن الشكل النهائي يعني حتى نجسد هذه الأمور التي تناولناها إذن الشكل النهائي الميبيا سيكون كالآتي إذن لاحظوا هنا يعني اختارنا مثلا المقياس هو 100 وناقص مائة يعني 1 سنتيمتر إلى الأعلى يساوي 200 مليار و1 سنتيمتر إلى الأسفل يساوي ناقص مائتين وممكن تاخده طبعا 100 أيضا أو 200 أو 150 دائما كنناخد بعي الاعتبار يعني مساحة الورق المتاحة إذن فالشكل النهائي كما قلنا الميبيان كيكون على شكل طي يعني أفقية إذن فالأرقام الإيجابية كنتمتلها إلى الأعلى والأرقام سلبية إلى الأسفل وبينهما المحور الأفقي اللي كنتمتلها السنوات طبعا هنا اختارت مقياس موحد إذن 200 وناقص 200 ثم بعد ذلك لابد أنني نعتني بالعناصر الأساسية للميبيان اللي هي العنوان دائما كنتكتبوه في الأعلى وضعية الميزان التجاري في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بمليار دولار ثم المتغيرات عندي جوج دي المتغيرات طبعا وما قيمة الميزان التجاري بمليار دولار وأيضا السنوات بالنسبة للمحور الأفقي ثم أيضا كان ميز بين المنحانين بالألوان إذن فالمنحانة باللون الأحمر هو للصين الشعبية والمنحانة باللون الأزرق هو للولايات المتحدة الأمريكية ثم نوضع العناصر داخل الإطار ثم أشير أيضا إلى المصدر خارج الإطار وكن ناخده مباشرة من الجدول إذن طبعا هذه الطريقة المتبعة في إنجاز الميبيان بالمنحانة في حالة وجود أرقام إيجابية وأخرى سلبية إشارة أخيرة يعني على مستوى الشكل دائما بالنسبة الميبيان بالمنحانة يعني المحورين يعني العمود والأفقية انتهية دائما بسهم بحكم أن الظاهرة هي ظاهرة متطورة في الزمن إذن ختما أعزائي أشكركم على حسنة تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسي ونوفق في تبليغ مضامنا وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة والاستفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلك من الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته